لا يزال المخرج السينمائي العراقي إياد جبار يبذل جهدا فنيا لإخراج أفلام يحارب الإرهاب والأفكار المتطرفة من خلالها حيث يؤمن جبار أن الفن أفضل وسيلة لرسم صورة تعايش الصحيحة بين مختلف مكونات العراق وبث الحسرة والويلات التي طالت أبناء شعبه إثر التطرف والإرهاب للعالم يجمع تفرق الأصدقاء وتعادهم وسفرهم ومقتل البعض منهم دفعني أن يكون مواضيعي نحو التعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد تربيت أن أكون إنسانا قبل أن أكون أي شيء وهذا مهم هذا انعكس علي في الطبيعة وأيضا في أعمالي الفنية أنا مستمر في هذا النهج وأتمنى أن أكون قد وصلت رسالة الكثيرين إلى العالم قد وصلت رسالة شعبي وبلدي المتحاب المتعايش فيما بينه وتتنوع المواضيع والقصص الفيلمية التي يتناولها جبار حيث أخرج فيلما بعنوان الجذور لن تموت يروي قصة فريدة عن هجرة واحدة من مكونات المجتمع العراقي نتيجة اجتياح الإرهاب للمنطقة وحصد الفيلم العديد من الجوائز على مستوى العالم العربي مواضيع الأرهاب والتعايش وأيضا مكافحة التطرف هي الأفلام المهمة التي تكون في المهرجان أرى حتى في وجوه الحاضرين الاهتمام بهكذا مواضيع الفن له دور كبير في نشر ثقافة المجتمعات وخاصة مجابهة التطرف الموجود التطرف موجود ليس بالأرهاب فقط بعدما موجود تطرف آخر من نوع آخر لكنه اليوم نشوف احنا الدور كبير جدا للفن وللأسف ليس هناك دعم حكومي وأقدم جبار على تصليص الضوء على الخراب والدمار الذي أصاب أهم المعالم الأثرية في العراق حيث بدى ذلك جليا بفيلم أطلق عليه اسم سراق وجانب آخر تناول جبار في الصراع الدائر في العراق حيث أخرج فيلم اسمه ياسر يروي معاناة الصحفيين أثناء تغطية الحروب والتحديات التي تواجههم فيلم الجذور لن تموت يتحدث عن هجرة مكون من مكونات الشعب العراقي مكون مهم تحدث عنه مكون آخر وهذا ما كان من الغريب بأن يتحدث مكون آخر عن مكون قد هاجر بسبب الإرهاب هذا حصلت عليه جوائز كثيرة طبعا هذا الفيلم كان الجذور لن تموت وأيضا أفلام كثيرة مثل رسالة روح آخرهم فيلم ياسر يتحدث عن الصحافة والدور الصحفي في تغطية المعارك وأيضا كحياته كإنسان عراقي يعيش في هذا المجتمع هذا ويمضي ياتجبار قدما بإخراج العديد من الأفلام الجديدة لمواجهة الفكر المتطرف والدعوة للتعايش السلمي بين مختلف المكونات في العراق